ما هو الأفضل الجلوس عند الأم ومؤانستها وعدم حضور الدروس العلمية وعدم مجالسة طلاب العلم والإسفاد منهم أم حضور الدروس والتفرغ للحفظ والمدارسة وطلب العلم الأفضل أن تستاذن من أمك وتقنعها بأنك تروح للدرس وتستفيد ولك أجر ولها أجر أيضا تقنعها بذلك وتنحل المشكلة إن شاء الله نعم ما أظنها تمانع أما إن كانت تحتاج لك إذا غبت عنها تحتاج لك لخدمتها أو لتأنيسها فالجلوسك عندها أفضل من طلب العلم أما إن كانت ما تحتاج لك فإنك تستسمح منها وتأتي للدرس نعم